أربعة قائمة لا يختلف فيه إثنان في تونس أو خارجها ولكن تحقيق هذا المطلب هو رهينة نصوص قانونية ورهينة العديد من الأمور المؤسستية ولكن إشاعة العدل بين الناس في المجتمع هي من أهم المطالب يعني العدل في عمومه يجب أن يتوفر في المجتمع في الأسرة في المدرسة في الإدارة في الشارع في كل مرفق من مرافق هذه الحياة حتى يكون ذلك سنداً للسلطة القضائية أثناء أدائها لمهامها تحدث الجميع عن استقلال القاضي واستقلالية القضاء ولكن نحن ندعم هذه الاستقلالية أيضاً بالنزاهة قد يكون القاضي مستقلاً ولكن مع الأسف الشديد قد لا يكونوا نزيهاً أو عادلاً في أحكامه ورد في الفصل الرابعي لا ينقل القاضي بدون رضاه وقد أشار العديد من الزملاء إلى أن هذا الفصل يحتاج إلى تدقيق سيد الرئيس اللجنة هذا الفصل يحتاج إلى تدقيق لماذا؟ نحن فعلاً مع عدم تسليط عقوبة تتمثل في نقل القاضي عقوبة أو نكاية فيه دون رضاه ولكن ذلك قد يكون أيضاً سبباً في عدم رغبة القضاءات في الالتحاق بالمناطق الداخلية والمناطق البعيدة نحن في تونس سيد الرئيس ثورتنا قامت من أجل العدالة بين الجهات وهذه الجهات المحرومة مع الأسف الشديد أغلب الموظفين الساميين أو أغلب الكوادر لا يرغبون في الالتحاق إليه مثلاً بعض الأطباء المختصين بعض القوضات إلى غير ذلك وهذا يسبب مشكلة بالنسبة إلى سكان هذه المناطق لذا يمكن أن ندقيق الصيغة لا ينقل القاضي بدون رضاه ولكن إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك فيجب إذن أن يمتثله ولكن بطريقة دقيقة ندقيق في الصياغة حتى لا نظلم القاضي ولا نظلم سكان هذه الجهات ورد أيضاً في الفصل السابعي كل تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليها القضاء وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل في هذا الجانب لأن أغلب زملائي أشاروا إلى بعض مظاهر التدخل في القضاء سواء كان من الإعلام أو أيضاً من بعض نواب السلطة التأسيسية وبالتالي يجب أيضاً أن ننظر في سياغة هذا النص فندقيقه وأنا أثمن ما قالته زميلتي عمري قبل قليل أريد سيد الرئيس أن أشير إلى بعض الهفوات اللغوية رغم أني لا أريد أن أبدو في صورة المصحح ولكن وردت بعض الهفوات اللغوية في بعض الفصول مثلاً كلمة بدون وردت في الفصل الرابع وردت أيضاً في بعض الفصول الأخرى هي ليست بدوني ولكنها دون نصحح هذه الأخطاء سواء وردت في هذا الباب أو في باب الآخر قيل أيضاً لا ينقل القاضي بدون رضاه كما أنه غير قابل للعزم لماذا نقول غير قابل للعزم؟ نقول لا يعزن يكون الأمر أيضاً أكثر وضوح في الفصل الثامن عشر تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية للقوانين في الآف النقطة الأولى ويكون العرض وجوبياً بالنسبة لمشاريع تعديل الدستور بالنسبة إلى مشاريع تعديل في الفقرة نفسها ويكون العرض اختيارياً من طرف رئيس الجمهورية خطأ شائع أن نقول من طرفي وإنما من قبل فلان من قبل رئيس الجمهورية سمحني بش أنتعطك أخت باية نحن في القانون هناك مثال يقول الغالط شائع واللحق إذن سيد الرئيس هذه اللغة ليست مجرد لرير كوميون في لدراء لرير كوميون في لدراء ما علينا أقولي حال أغلق القوس أنت أدرى بلدقائق اللغة من طرف أيضاً وردت النقطة زي والنقطة باي أيضاً با فصل تسع عشر باعتماد نفس الأغلبية لا نقول نفس الأغلبية ونقول بالأغلبية نفسها تقريباً هذه بعض الملاحظات في الحقيقة هي ليست خاصة بهذا الباب وإنما هي خاصة بالعديد من الأبواب يجب أن ندقق أو نكون لجنة للنظر في مثل هذه الهفوات التي ليس لها تأثير على مستوى مضمون النص ولكن ربما هي فيها بعض الهفوات الشائعة أشكر مجدداً اللجنة على جهدها وأنا بدوري أشكرك بارك الله فيك